زي ما انت شايف كده قدامك لكنها تم الاستعادة رسائل الوسائط من وحدات التخزين الداخلية لهاتفك اللي ايه وحدة التخزين الداخلية اللي هي جوه الجهاز نفسه اللي احنا عملناه من شوية الفيديو ده حرفية مختلف عن اي فيديو ان رفعت على يوتيوب اغلب الطرق اللي انا رفعتها نكحت مع 50% من الناس لكن الطرق اللي انا اقولها لك النهاردة هتنجح معاك بنسبة 99% ان شاء الله ويلا بنا ندع الفيديو زي ما انت شايف كده قدامك رسائل الواتساب زي ما هي موجودة تمام دلوقتي انت بترجع كده وراء خطوة او بتخرج خالص وبتروح عندك على الفايلز او مدير الملفات عندك دور على حاجة اسمها مدير الملفات اللي هي الفايلز الموجودة دي هتضغط عليها ضغطة كده عندك الفايلز تمام وبعدين بتنزل تحت خالص هتروح عند وحدة التخزين الداخلية هتضغط عليها ضغطة كده وبعدين بتدور على حاجة اسمها عندك الواتساب لو ما لقيتش الواتساب تحت ممكن تلاقيه في قسم الاندرويد تقدر تخش على اندرويد وبعد كده الميديا وبعد كده بتدور على قم.واتساب لو ما لقيتش في أي حاجة خالص ارجع وراء كده لحد ما تلاقي عندك تحت وخالص الواتساب هنا بقى الديتابيس وعندك البيك أبس وعندك الميديا هتلاقي الديتابيس موجودة هنا عندك اللي هي أخيرة بصيغة CRYBT14 اللي هي والدامج دي كده دي أساسية لازم تكون موجودة عندك جوة الجهاز بتاع التليفون دلوقتي هتلاقيه أنا في تاريخ 24-6 وفيه بتاريخ 23-6 وفيه بتاريخ 29-19-6 يعني دي الأيام اللي فاتت فيه كل ملف من دول المحاسب بتاعتنا طيب المفروض ان انا ارجع المحاسب ازاي انت لما تيجي تخش على الملف عندك هتلاقي فيه قبل كده يعني انت شوف الرسائل اللي هي المحزوفة شوف ممكن تلاقيه من 2022 عندك انا عندي من 2023 عشانة طبيعي لسه رازل جديد وبعايا النسخ بتاع التلات ايام اللي فاتهم يعني هنا نسخة من قبل خمس ايام وهنا نسخة من قبل هنا بولي 17 يونيو اخر نسخة فيها النهار دا 26 يعني دي الملفات ان فيها رح سايلي الواتساب طيب دلوقتي بقى هنعاوز ارجع المحاسب دي هي موجودة على الجهاز لكن مش موجودة عندي على الواتس يعني اما اجدخل على الواتس كده بل هي الواتس بتاعي فاضي مفروض عليه انا اعمل ايه بتروح عندك على الواتساب كده بتضغط عليه ضغطة طويلة وبتروح تمسح التطبيق خالص تعمله الغاء تثبيت تمام وتسيب هنا لو في اي ملفات محفوظة اقول له اللي احتفاظ بحجم الملفات لأ سبها زي ما هي وتقول له انا موافق تمام وبقول لك انا جري الغاء التثبيت بالتطبيق خلي بالك بقى من نقطة مهمة اوي والخطوة دي اللي هترجع بيها رسائل الواتساب بتاعتك المفروض علينا ان احنا نعمل ايه دلوقت بتروح عندك على الاعدادات بعد كده بتنزل تدور على حاجة هنا اسمها الحسابات ومن الحسابات بتدور على الجوجل عندك هنا خليك زي ما هو كده خلي زي ما هو انت بس بتخرج وبتنزل الواتساب من جديد هتروح تنفيه الواتساب هنا بعد كده بتروح عندك على الواتساب وتكتب هنا وبعد كده انت بتتثبت التطبيق بتاعنا ونستنى شوية لحد ما يتم انتهاء تثبيت التطبيق ولما يجي يتثبت التطبيق هنرجع تاني للملف اللي احنا كنا فتحينه اللي هو عندي الحسابات دي تمام استنى شوية لحد ما يتم تحميل او تنصيب التطبيق وتثبيته زي ما انت شايف كده خلاص التطبيق نزل معنا وابدامنا هنا تضغط على فتح تمام افتح بس الطبيق كده على الوجهة دي وارجع تاني عندك على الحسابات وبعد كده بعد ما تيجي تنزل الطبيق ده خالص نرجع للحسابات اللي احنا كنا فتحنا ونضغط على الحساب ده ونعمله ازالة تماما بس مهم تكون فاكر حساب الجيميل او حساب جوجل علشان ترجع له تاني ما تجيش تمسحها وتقول انا السبب انك خليت تمسحها وانت مش فاكر البصورد بتاعه بعد كده بتعمل ازالة للحساب الفكرة كلها ان انا هعمل ازالة كاملة للحساب تمام وعاوز الداتا بس اللي هي موجودة على الجهاز نفسه هي اللي تنزل على الواتساب خلاص اتمسح كده كل الحسابات بارجع تاني عندي على الواتساب بخلي اللغة العربية ومن هنا بقى بتبدأ بتضغط على موافقة ومتابعة وبتستنى شوية هنا لحد ما تكتب رقم التليفون يبدأ اكتب رقم التليفون ونفعل الحساب ونرجع كده مع بعض تاني تمام انا يقول لك بعد ما هيجي تسجد دخول يقول لك هنا لجهات الاتصال عاوز يخلي يعمل مزامنا مع جهات الاتصال افضل لك اعمل مطابعة وبعد كده يقول لنا سمح وانا سمح تاني وقال لك هنا تم العصور على نسخة احتراطية من قبل 26 دقيقة بحجم 132 ميجا خلي بالك الحجم ده بيبقى كبير جدا بيبقى كل ملفات وكل رسائل زي ما انت شايف كده قدامك لكن تم الاستعادة رسائل الوسائد من وحدات التخزين الداخلية لهاتفك اللي هي وحدة التخزين الداخلية اللي هي جوة الجهاز نفسه اللي احنا عملناه من شوية بعد كده المجرد ما تضغط على كلمة استعادة هيبقى يعمل استعادة للرسائل تعالوا كده بنا نشوف تضغط على كلمة استعادة كده وتستنى شوية او عمال يعد معاك تحت هنا لحد ما يتم عمل استعادة لكون للرسائل ونشوف كده مع بعض وتضغط بس على كلمة التالي تمان بعد كده انا بتسجل اسمك وتضغط على التالي وزي ما انت شايف كده المحسد رجعت زي ما هي انا بقولك اعمل نسقه احتياطي ممكن تخليه اسبوعيا عادي جدا وترجع تاني لو ما فيش اي تسجيل بحساب جوجل حاول تسجل حسابك على جوجل من جديد عادي جدا ما فيش فيه اي مشاكل وزي ما انت شايف في قسم الحسابات رجع معايا الواتساب وبدأ الرسائل المحزوفة ترجع من الجهاز نفسه خلاص كده وزي ما انت شايف كده الرسائل رجعت من جديد بس ممكن يكون الاسماء هي المحزوفة اه لو هي موجودة عندك على جوجل اكيد هتتمسح لو موجودة عندك على الواتساب اتلاقي موجودة وانا علشان مسحت حسابي على جوجل فعلى طول الاسماء اتحولت معايا بالنظام ده كده بس انا كده قدرت اعمل استرجاع لرسائل الواتساب المحزوفة عن طريق الفيديو ده وكده عن الشرح انتهى اطمنى يكون الشرح عاجبك ياريت من تنساش للعمل بلايك وسبسكرايب للقناة شوفكم بحلقة جديدة مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة